رأس صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء الموقر الجلسة الاعتيادية الاسبوعية لمجلس الوزراء وذلك بقصر الإقضابية صباح اليوم وقد أدل سعادة الدكتور ياسر بن عيسى الناصر الأمين العام لمجلس الوزراء عقب الجلسة بالتصريح التالي أشهد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بنجاح سباقات الفورميلة واحد تنظيما ومشاركة وحضورا وأرجع سموه هذا النجاح إلى الجهود الكبيرة التي يبدلها صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة والني العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء والتي عززت موقع البحرين على الخريطة الرياضية العالمية وأثنى صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء على كافة الجهود التي بدلتها الوزارات والأجهزة الحكومية لما هيأته وسخرته من إمكانات وتنسيق عال فيما بينها أسهم في تأمين إقامة هذا الحدث الرياضي الدولي في مملكة البحرين بكل تميز بعدها وجه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء إلى متابعة احتياجات قلال الخدمية وضمان كفايتها من المرافق والمشآت الرياضية والتعليمية والصحية والطرق والخدمات الأخرى وكلف سموه الوزراء ذوي العلاقة والاختصاص بهذه الخدمات لمتابعتها بعدها نظر المجلس في المذكرات المدرجة على جدول أعماله واتخذ بشأنها من القرارات ما يلي اشتركوا في القناة أولا نوجه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء إلى التركيز على قطاعات اقتصادية جديدة تستقطب العمالة الوطنية وتوفر فرص العمل لها وحث سموه على استشراف ما سوف يكون عليه سوق العمل في مملكة البحرين خلال السنوات المقبلة لضمان استقراره وقدرته على توليد فرص العمل تحت أي ظروف اقتصادية إلى ذلك فقد استعرض مجلس الوزراء من خلال المذكرة المرفوعة من وزير العمل والتنمية الاجتماعية أهم المؤشرات ذات الصلة بسوق العمل المسجلة في الربع الرابع من العام 2015 والتي أظهرت نموا سنويا في حجم العمالة الكلية بنسبة 5.5% فيما وصل حجم العمالة الوطنية في القطاعين العام والخاص إلى حوالي 158 ألف عامل بحريني مما يعكس نجاح الجهود التي تبدلها الحكومة ممثلة في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في مشروع توظيف العمالة الوطنية وضمان استقرارها وتطورها وأثنى صاحب السموى الملكي رئيس الوزراء في هذا الصدد على أهمية المؤشرات والإحصاءات التي تعدها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في رسم برامج الحكومة المستقبلية المتعلقة بالتوظيف ومبادرات سوق العمل ثانيا بحث مجلس الوزراء مشروع قانون جديد في شأن شركات الخلايا المحمية وهي شكل من أشكال الشركات التجارية تتألف من خلية واحدة أو أكثر وفقا لنوع وطبيعة الاستثمار وتنشأ لأغراض فصلي وحماية الأصول في هذه الخلايا عن الأصول العامة للشركة الأم وحماية نشاطها الأساسي كما أنها تساعد المصارف والمؤسسات المالية على القيام بتأسيس مختلف أنواع صناديق الاستثمارية الخاصة والجماعية ويتضمن مشروع قانون شركات الخلايا المحمية أحكام تأسيس الشركات المحمية ونطاق الأنشطة المالية المصرح للشركات لمزاولتها وكيفية إنشاء الشركة وتسجيلها علما بأن مشروع القانون يشترط حصول الترخيص لتلك الشركات على الموافقة المسبقة من مصرف البحرين المركزي وقد أحال المجلس إلى اللجنة الوزارية للشؤون القانونية مشروع القانون أعلى والذي تضمنته المذكرة المرفوعة لهذا الغرض من معالي الشيخ خالد بن عبدالله الخليفة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة الوزارية للشؤون المالية وضبط الإنفاق ثالثا بحث مجلس الوزراء إدخال ثلاث تعديلات على قانون مصرف البحرين المركزي رقم 64 لسنة 2006 الأول يضع معحد البحرين للدراسات المالية والمصرفية تحت مضلة مصرف البحرين المركزي والتعديل الثاني يضيف مهام جديدة لمصرف البحرين المركزي من حيث صلاحيات فرض الرسوم على الخدمات المقدمة بالشكل الذي يتيح له مسايرة التنوع الدائم والمستمر في الخدمات التي يقدمها إلى القطاع المالي والتعديل الثالث يضيف صلاحيات جديدة للمدير الخارجي وهو المصرف المركزي في حالة توليه إدارة المرخص له أو أي مدير خارجي يعين لهذا الغرض وتشمل هذه الصلاحيات إجراء بعض التصرفات القانونية ومنها عمليتاء البيع والرهن وفي ضوء ذلك فقد أحال المجلس إلى اللجلة الوزرية للشؤون القانونية مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون البحرين المركزي والمؤسسات المالية الصادرة بالقانون رقم 64 لسنة 2006 والذي تضمنته المذكرة المرفوعة لهذا الغرض من معالي الشيخ خالب بن عبدالله الخليفة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجلة الوزرية للشؤون المالية وضبط الإنفاق رابعا بحث مجلس الوزراء مشروع اتفاقية بين حكومتين مملكة البحرين وجمهورية الصين الشعبية للأعفاء من متطلبات التأشيرة لحملة الجوازات الدبلوماسية والخاصة وتتيح الاتفاقية لرعاية كل من الدولتين من حملة الجوازات الدبلوماسية والخاصة أو الرسمية الحصول على تأشيرة سفر مجانية لمدة تصل إلى ثلاثة أشهر كحد أقصى في كل الدولتين لأداء مهمة أو بصفة خاصة وقد قرر المجلس إحالة مشروع الاتفاقية التي تضمنتها المذكرة المرفوعة لهذا الغرض من وزير الخارجية إلى اللاجة الوزارية للشؤون القانونية خامسا أحال المجلس إلى اللاجة الوزارية للشؤون القانونية مشروع اتفاقية تعاون في مجال الملاحة البحرية التجارية بين وزارة المواصلات والاتصالات بمملكة البحرين ووزارة النقل بجمهورية مصر العربية والتي تضمنتها المذكرة المرفوعة لهذا الغرض من وزير المواصلات والاتصالات سادسا أحال المجلس إلى اللاجة الوزارية للشؤون القانونية لاتخاذ الإجراءات الدستورية والقانونية للتصديق على اتفاقية الخدمات الجوية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية المجر والتي تم التوقيع النهائي عليها في مملكة البحرين في الحاد والعشرين من يناير 2016 سابعا وافق مجلس الوزراء على مقترح وزارة الصحة بشأن تحديد فئات الخدمات والأنشطة التي تقدمها إدارة الصحة العامة بوزارة الصحة وفقا للتصنيف الصناعي الدولي الموحد الرابع للأنشطة الاقتصادية وكلف وزيرة الصحة بإصدار القرار الوزاري اللازم بذلك ثامنا بحث مجلس الوزراء عدد من الاقتراحات برغبة المتعلقة بإنشاء مدارس في بعض المناطق ومنها مدرسة ثانوية للبنات في الدائرة الثامنة بالمحافظة الجنوبية ومدرستان ابتدائيتان للبنين والبنات بمدينة الزايد ومدرسة ثانوية للبنين في منطقة سترة وقد وافق المجلس على ردود الحكومة على هذه الرغبات على النحو الذي أوصت به اللاجة الوزارية للشؤون القانونية